إلى سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم مراسلتي لك تعني أنني أعترب بك وبقدرتك وباستقلاليتك أنت تعرف أمين سنوات أقعد في لبنان يعني ما مكلف العراق إلا شي بسيط إن شاء الله جانبية ما يطلع له معيشة أسبوع ويأخذ راتب شهر هناك ناس دائماً يشكرون وجودهم خارج البلد أنفع من وجودهم خارج داخل البلد ومنهم أمين يعني أمين لما تلقى خبر ضد العراق لحي يسكت له وليساعده أنه طبعاً السفارة ما تسكت والسفير ما يسكت وحضاء السفارة كلهم ما يسكتون بس الفرق بينه وبين السفارة أن السفارة ترجع إلى وزارة الخارجية وزارة الخارجية تتكلموني وزارة رئيس ملسى الوزراء حتى يتخذ القرار أو الموقف بينما أمين هو قاعد يما يصدر بيان هو قاعد يما قاعد بمكانه يطيري لأنه ما عنده صفر رسمية حتى يقولوا لأنت إذا تتكلم باسم الحكومة وبغيره ومن يتكلم باسم الحكومة يتكلم عن العراق كعراقي وكأي واحد عراقي كلكم رائعين وكلكم مسؤول عن رعيته أنا ما شفت أمين إلا في وضع من يدفع الأذى عن بلده هو لا عنده حزب يضع نفسه في موضع المذاهب أو الصراعات المذهبية وكذا 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 هو عراقي صافي وأتمنى يصير عشرات مثل أمين يتكلموك عراقيين على الطريقة المصرية وقال أنه يقاعد بمكان دستر على نفسي وستر على راتبي البسيط الهزيل تستمنى الدول هدها واحد مثل أمين بس هذا يخلي في مواجهة السفارة فالسفارة تقول لك لا لا أنا شو شغلي ما بيش يشو بيها السفارة تشتغل هو يشتغل يعني أكثر اللي طلعهم من العراق تبرعوا حتى من جنسيتهم تبرعوا حتى من انتماعهم هذا مو لايق اللايق هو الإنسان يبقى مرتبط ببلده يجدين ما ابتعد عنه وأمين من هالنمط هذا أمين لهذه الرجل حاوض على عراقيته إذا لقيته بيعه جاج فقويموه لكن الرجل ما عنده لأنه ما عنده مصالح فالمفروض ذوي الشام اللي ماسكنوا مر بالعراق يلتفتون الهيش عناصر ما يخلوها بحاجة ما يخلوها يحموها على الأقل ما يحربوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر